وصفة خبز البي الجزائري وصفة من أروع الوصفات لتمشي مليح معلتي خاصة في صهرات رمضانية معكم نصر تتبعوا معي الطريقة التحضير والمقادير الحاجة الأولى اللي رح نبدو بها هي شربات قبل ما نبدو كامل الوصفات تعنا لازم نخدمه الشربات باش تبرد باش نستعملوها واللي رح يكون فيها كاس تعسكر ولا كيلة تعسكر مع زوج كيلات تعلمه نقدروا نكوها بقاء ما بشور الليمون ولا البرتقال ولا حتى القرفة نخليها تغلي بعد ما تغلي نحسب لها عشر دقايق ونطفع لها بالنسبة المكونات اللي رح تكون في خبز البي رح نحتاجو أربعة حبات على البيض نصف كاس تعسكر نسحقو الملح زيس دو سيترون لفاني نسحقو نصف كاس تعزيت ونصف كاس تع مارغارين دايبة وبرنا نسحقو كاس تعخبز يابس وكاس تع مكسرات محمصة ومرحية وخميرة الحلويات كاس واحد الكاس اللي استعملتو فيه 250 ميلي لتر نوك في الباطرة رح ننضرب بمليح البيض التاعنالي يكون بدرجة حرارة المطبخ مع الكميات تع السكر مع لفاني رح نضربهم كما نخدمو الجنواز عادي حتى ونيتضاعف الحجم التاعو ويبياض باش نوحو نسيدو عليه المكونات اللي بقاتل البيض بالنسبة لبيض خدمت بالكاس كيف كيف ربع حبات بيت شوف الكاس تاع 250 ميلي لتر كما راكو توفو بعدما اضاعف الحجم التاع الخالط التاعنا وبياض اللي انتعو رح نزيد عليه الزيت تدريجيا بهذا الطريقة من بعد الزيت رح نزيدو اللي مارغارين اللي قولنا تكون دايبة ولازم تكون بردة ونطلحها بهذا الطريقة حتى ونتنسجم كامل هاد المكونات مع بعضها بعدما تنسجم هاد المكونات رح ننحي لبولتنا هاد هو القاوم اللي رح نتحصل عليه وبلاس باتل فقط رح نضيف المكونات الجفة اللي قعدت لي اللي هي كاس تاع لاشابلور خبز مرحي وكاس تاع مكسرات اختاروا النوع اللي تحبوهم تماما محمصين ومرحيين مع كيس تاع خميرة الحلويات نخلطهم كامل مع بعض وتكون جاهزة معنا العجين تاع خبز البي كيما اشتوا طريقة تحاس سهلة بزاف بنسبة المكونات صارات ديروا النوع اللي تحبوه انا درت خالط ثم اديروا النوع اللي تحبوه رح ناخد صينية اللي رح تخلو الفرن بعدما دهنتها بشوية تاع زبدة ونفرغ فيها الخالط تاعنا بهذا الطريقة صينية تاعي فيها خمسة وعشرين سنتيمتر جي على هاد الخبزة كيما تقدر جي تاع 22 سنتيمتر رح تجي عالية شوية يعني تكفيكم كيف كيف نكون شعلت الفرن نسبقا على 180 درجة ندخلها طيب حتى وين تحمر مليحة دهو اللون اللي رح نتحصل عليه كمراكو ترفوه خرج اللون تحا ما شاء الله تكون نشفة نقدرون تاستي وبلو بيك ونروح نشربها بالكميات على الشربات اللي خدمناها من قبل خبز البي تاعي هدا وين خرجتها من الفرن رحي سخونة والشربات تاعي رحي بردة نسقيها بكامل كميات على الشربات ونعاود ندخلها للفرن وهو طافي بعدما طفيتو نخليها ربع ساعة عشرين دقيقة حتى تتشرب مليح وهذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه بعدما شربت مليح شربت التحاف قلبتها في صحن التقديم دوك هنا رح ندير اللا ديكوراسيو معكم وانتو ما تديروا وش تحبوه من الفوق أنا رح نديرها كما قلنا خبز بير وايال فيه جميع انواع المكسارات من الفوق فيه اللوز فيه الباستاش فيه الجوز رح يعطي منظر بزاف شباب خاصة اذا كانت عدنا عرضة ولا قاعدة في شهر رمضان كريم يعني رح نفرحوا بها ضياف تعنو واذا درناها برك هكذا كل الدار نقدرون نديروا غير شوية تعنوات كوكو ولا حبيبات تعلوز يكونوا من الفوق تانيك رح تجي شباب نخليكم تشوفوا التزيين تحا كيفاش يكون وهذه خبزة البيت تعنا اللي حضرناها مع بعض اللي نهار اليوم تمنى شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفات تجربوا هيا لوكان بدون تزيين على بالي بلاي رح يكون مكلف شوية مما علش مرة على مرة نفاجئ على رحنا نتلاقا في وصفات اخرى ان شاء الله بقيتكم على خير صحة فطوركم والسلام